ندرس المثال التالي لو بصيت المتبينة اللي قدامنا هلقيها متبينة تحتوي على قصور والمقام بتاع الكسر في المتغير X فنتبع اللي قلناه قبل كده وهو اننا اجمع كل الحدود في طرف واحد وبالتالي هنا يود اليمين شمال او الشمال يمين مش تفرق معنا فخلينا نقول ان اتنين على X ناقص 4 ناقص 3 على 2X زائد 1 اقل من او يساوي الصفر اخدت الطرف ده اللي هو اليمين ودته في الشمال باشارة مخلفة اوحد المقامات الاقي عبارة عن X ناقص 4 مضروف في 2X زائد 1 هيبقى لتنين تضرب في 2X زائد 1 ناقص 3 في X ناقص 4 ناقص 4 انه الربط بسط الاول في مقام التاني وبسط التاني في مقام الاول المقام X ناقص 4 في 2X زائد 1 فوق لما فيك هيبقى 4X زائد 2 ناقص 3X زائد 12 ليه زائد؟ لان السالب هتضرب في السالب تخليها مجرد عندك 4X و 3X بالسالب يتفضل لك X عندك 2 وزائد 12 يبقى زائد 14 مقسومة على X ناقص 4 في 2X زائد 1 خلي بعدك ما تنساش الكلام ده اقل من او ساوي كام السفر الخطوة اللي بعد كده ان انا اجيب اصفار البسط البسط بتاعك X زائد 14 ساوي 0 يبقى الX بتاعتك بتساوي سالب 14 ده اصفار من البسط اجيب اصفار المقام المقام يساوي 0 في حالتين لو X ناقص 4 تساوي 0 يعني X بتساوي 2 او ان 2X زائد 1 تساوي 0 يعني 2X تساوي سالب 1 يعني X تساوي سالب نص ده اصفار المقام ودي اصفار البسط خطوة اللي بعد كده ان انا برسم خط اعداد خط الاعداد ده امثل عليه السالب 14 والتنين والسالب نص اصغرهم سالب 14 بعد كده سالب نص بعد كده الاتنين بقى عندي كم منطقة واحد اللي يامل اتنين الى ملا نهاية اتنين من سالب نص الى اتنين تلاتة من سالب 14 لسالب نص اربعة من سالب ملا نهاية الى سالب 14 عايز ادرس اشارة هذه الفترات فاخد وليكن فين الصفر الصفر اللي لاقيه هنا في الفترة دي فاخد مثلا اكس بتساوي صفر وعوض لما عوض هيبقى البسط 14 يعني موجب المقام هيبقى صفر مقصة 4 اللي هي سالب مضروبة فيه صفر زائد واحد اللي هي موجب واحد فالكلام ده هتساوي سالب لما ده يكون سالب يبقى المنطقة دي موجابة يبقى المنطقة دي موجابة مجرب خد مثلا اكس بتساوي ثلاثة هنا خد هنا اكس بتساوي زي ما انت عايز سالب واحد سالب اثنين زي ما انت عايز المهم عايز احد بقى انهي فترة من الفترات تمشي معايا ابوص على علامة التباين علامة التباين هندي اقل من الصفر اقل من الصفر يعني السالب انا عايز الفترة دي وعايز الفترة دي او الفترة دي حل والفترة دي حل يبقى الاكس بتاعتي تنتمي للفترة من سالب ما لنهاية لسالب 14 اتحاد الفترة من سالب نص إلى 2 تعال بقى نشوف مفتوحة فين مفتوحة عند السالب ما لنهاية مفتوحة عند أصفر المقام المقام عند ال2 وعند السالب نص طيب عند السالب 14 ليه البسط في هنا يساوي في يساوي تبقى هنا مغلقة ويبقى الحل بتاعي اتحاد فترتين الفترة الأولى من سالب ما لنهاية إلى سالب 14 مغلقة اتحاد من سالب نص إلى 2 مفتوحة من ناحيتين